أكد وزير الخارجية سمح شكري ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسؤولياتها تجاه وقف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني تحت سياسات العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد القطع جاء ذلك خلال اتصال الهاتفين تلقاه شكري من مستشارة الأمن القومي للرئيس الكيني معنكا جومة وذلك لبحث تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطع غزة وتوافقت رؤى الطرفين حول حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن كافة الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي بما فيها التهجير القصري للفلسطينيين وضرورة تكثيف تنصيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة على نحو يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني